موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي الأردني عمر بدور تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابعوا وقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد موسيقى عزائي مشاهدي ومتابعي قناة الرافدين العراقية تحية طيبة وبعض معكم الشاعر محمد خير من جمهورية مصر العربية التي طالما حملت هم قضيتنا الفلسطينية وأتوجه بالتحية والإجلال والإكبار إلى أبطال فلسطين الأحرار وإلى شهدائها الأبرار الذين رفعوا راية الأمة أشارككم قصيدة بعنوان طوفان الأقصى القصيدة أقول فيها كل الجيوش روايات ملفقة وفي فلسطين إثبات وتحقيق قالت حجارتها صدقا فخرض لها درع مدرعة فالقول موثوق وحلقت في سماء القدس أفئدة تغزو الظلام فصبح القدس معشوق حجارة الأمس آتت أسدها لهبا هو الجحيم على صهيون مطلوق لا وقت للشجب للتنديد في غرف صماء إن حديث المجد منطوق كتائب العز صاحت فالدنى سمعت والضعب صافرة لم يجدها بوق أكذوبة أن إسرائيل باقية أكذوبة أن إسرائيل باقية قد زلزلت إذ بدى في الأفق تحليق حجارة الأمس في عين السماء حمم وقودها الموت والأصداء تحليق طفان غزة والأقصى طوى زمنا كالماء كنا وكل الكون وكل الكون إبريق ليكتب اليوم للدنيا معادلة جديدة ما لها في الأرض تعويق صاح الأشاوس صيحات الردى صاح الأشاوس صيحات الردى فهوت مستوطنات كأن الأرض صندوق والغاصبون كليل حان مرقده والغاصبون كليل حان مرقده لن يسجن الصبح في الآفاق مخلوق شكرا جزيلا وتقبلوا تحياتي بعد هذه الجولة في إرحاب القصيد أدعكم الآن إلى جولة في إرحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أنا الشاعر الأردني علي الفاعوري وهذا كتابي ديوان شاعري الجديد أهش بها على ألمي هذا الديوان الشاعري الصادر بدعم من وزارة الثقافة الأردنية وصدر عن دار يافا للنشر والتوزيع الديوان الحقيقة صدر في العام 2022 نهايات العام 2022 وشارك في العام 2023 في جائزة رابطة الكتاب الأردنيين ومهرجان جرش لأفضل إصدار شاعري الديوان الشاعري الحقيقة ضم ما يقارب الأربعين قصيدة شعر هذا الكتاب متوفر الآن في الأسواق وبإمكان الأخوة والأحبة الاطلاع عليه واغتنائه وأكون سعيدا فيما لو تلقيت ردود الأفعال على هذا المنجز ومن فضل الله حاز على الجائزة وفاز بجائزة رابطة الكتاب الأردنيين ومهرجان جرش كأفضل إصدار شاعري للعام 2023 الخط العربي هذا فن الجميل كان له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم السلام عليكم أعزائي المشاهدين أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة موضوعنا لهذا اليوم هو خط من الخطوط العربية الجميلة التي نستخدمها عادة في حياتنا اليومية والعملية اخترت هذا الخط بالضبط لأن هذا الخط صراحة نستخدمه في حياتنا العملية بشكل واسع خصوصا في عبارات التهنئة مثلا في المناسبات السعيدة وخصوصا السعيدة في الأفراح في جميع المناسبات التي نحن نحبها ومن نشتاق للقيام بها طبعا هذا الخط هو اسمه الخط الديواني الخط الديواني معظم الناس يعني سواء كانوا خطاطين أو ناس عاديين بيعرفوا أنه هذا الخط خط من الخطوط العربية المعروفة والمشهورة بحياتنا اليومية بشكل كبير ما هو الخط الديواني لماذا سمي الخط الديواني الخط الديواني طبعا هو نسبة إلى الدواوين العثمانية اخترع تقريبا قبل 300 سنة إلى 350 سنة واشتق من خط الرقعة خط الديواني من الخطوط مثل ما اسلفت أنه استخدم في الدواوين لماذا؟ لأنه كان يكتب بالمراسلات الدواوين العثمانية وحتى أنه الفرمانات أو مثلا الإصدارات من القوانين كانت تكتب بهذا الخط فسميه بالخط الديواني الخط الديواني طبعا هذا طبعا اللي هم مدارس معينة اللي هو مدارس يعني يعني أقصد في المدارس أنه يختلف من من شخص اسلوب الكتابة من شخص إلى آخر فممكن يعني معظ الخطاطين مثلا يتبنى المدرسة معينة خلينا نذكر أسماء هذه المدارس المعروفة يعني أو المشهورة حاليا في موضوع خط الديواني بالدرجة الأولى خط الديواني يعني أشهر مدرسة هي المدرسة العثمانية المدرسة العثمانية هم الذين اخترعوا هذا الخط وهم الذين طوروه ووصل إلينا لمراحل جمالية كبيرة جدا طبعا جميع المدارس قبل ما أدخل إلى المدرسة الثانية تجمعها كلها نفس الجماليات لأن الخط الديواني عبارة عن خط لين أحرف مقوسة لا يوجد فيها تعقيدات في تداخل وتراكيب الأحرف جميع الجمل والعبارات والنصوص تسلقي جميعها على السطر بحيث أنه يحقق جمالية معينة نأتي إلى المدرسة الثانية اللي هي المدرسة المصرية المدرسة المصرية تتشابه مع المدرسة العثمانية لكن كثرة الأقواس وكثرة التحورات في الخط وكثرة الحركات تعطيه نموذج أو شكل معين يختلف نوعا ما عن الخط اللي هو المدرسة العثمانية أعيد أكرر مرة أخرى المدرسة العثمانية هي أصل هذا الخط لكن تميزت أسلوبه أو طريقته في الكتابة في قساوة الحرف نوعا ما يعني صرامة تشكيل الحرف بحيث أنه يستلقي على سطر بطريقة قوية معقدة هناك إشكاليات في المدرسة العثمانية في موضوع بعض الأحرف لربما أنه عملية القراءة وعملية التعامل معها كانت صعبة جدا فجاءت المدرسة الثالثة وهي المدرسة البغدادية حيث قامت هذه المدرسة بحل بعض مشاكل المدرسة العثمانية من بعض الأحرف كقراءتها أو مثلا سهولة القراءة أو التعبير عنها المدرسة البغدادية تجمعها نفس الصفات المدرسة المصرية والعثمانية لكن مع توضيح أكثر للحروف بحيث أنه أصبح هذا الخط أصبح قادر على أنه يأخذ أشكال معينة وأشكال مثل تصميم اللوغوهات أو تصميم الأسطر بشكل معين أو تركيبه بشكل دوائر أو بشكل معين هذا كان حديثا اليوم نبدأ عن الخط الديواني وعن المدارس ونشكركم على حسن المتابعة ونلتقي بكم في فقرة أخرى شكرا لكم أهلا بكم جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي الأردني عمر بدور فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي أهلا وسهلا بك سيد عمر أهلا فيك ضيفا على برنامج فضاءات وعلى الرافدين أهلا فيك فضاءات وقناة الرافدين وأهلا بك دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا قبل أيام قمت معرضا للوحاتك التي وكبت فيها العدوان الصهيوني الغاشم على شعبنا الفلسطيني في غزة الذي انطلق انطلق هذا العدوان في السابع من تشرين الأول اكتوبر في هذا العام ولاحظنا أنك سجلت برشتك يوميات العدوان هل هي رسالة الفنان التشكيلي المنصهر في قضايا أمتي أهلا فيك مجددا إياك الله أنا دائما أقول أن الفنان أو الفنان التشكيلي أو الفنان بشكل عام يجب أن يكون له رسالة ودائما أقول أنه خير رسالة في هذا الوقت اللي احنا عايشين فيه منذ 75 عاما والفلسطين تحت الاحتلال يعني هي عنوان بارز للأمة كلها وهي تحت الاحتلال الصهيوني الغادر الغاشم وهي تتعرض دائما لإبادة ليس جديدا على هذا الأمر لكن اللي حصل في سبع أكتوبر كان له وقع خاص على الأمة الجمعاء كانت الأمة كلها تبحث عن نصر الأمة هيك في طبيعتها بتبحث عن شيء يدخلها في هذا الجو في جو النصر اللي دائما فيه تخاذل وفيه قتل وتدمير للأمة العربية ككل فكان يعني فرحتنا كانت عامرا بهذا الأمر وحتى كنا غير مصدقين حتى رأينا بأيوننا كانت المقاومة تصوره صوته صورة وكذا فكان يعني كان لابد أنه يكون فيه إلك دور كونك أنت بعيد عن أبضل معركة شو الدور اللي أنت بل تكون فيه شو اللي بتقدر تقدمه يعني أنت ككاتب ممكن تقدم قلمك كمصور ممكن تصوير كفيديو كذا أنا ما أملك زارها الريشة واللون فبدأت وكانت فرحة الانتصار عارمة وبدأت أول عمل كان بعنوان طوفان الأقصى نعم كما أسمو هذا واستمر الأمر بالقصف اللي تم بعد ذلك القصف الهمجي والإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال وكذا هذه مشاعر أصبحت مختلطة بين النصر وبين الحزن والألم على أهلنا في فلسطين على الأطفال على النساء فبدأ الأمر يعني يأتمل أكثر يعني يتحرق الإنسان ما يعرف شو بدي يسوي لكن وجدت أنه خير وسيلة أني أنا أحاول أبث للعالم نعم معاناة شعبنا وأنت كتعرف أو متابع أنه أحنا بدأنا في جمعية المرسم الجوال بدأنا في معرض فلسطين حكاية ولون اللي جبنا فيه العالم كله معروف نحن نتكلم عن حكاية فلسطين نحن دائما نقول للناس أنه حكاية فلسطين شو حكاية فلسطين حكاية الشعب حكاية الناس نعم أنت منذ سنوات منذ سنوات استغلتوا على هذا المرسم الجوال نعم منذ عام 2015 نعم قمنا بهذا المعرض نحن نقول للفنانين أنت تكلم عن فلسطين تكلم عن معاناة الأسرة تكلم عن معاناة الجدار الفصل العنصري تكلم عن الشهداء عن أمهات الشهداء أمهات الأسرة فكان لابد أنه أنا أنشر هذا الشيء فدائما عادة أن نتوجه للعالم العربي الآن نحن نتكلم يجب أن نخاطب العالم الذي هو على عيونه غشاوة فكانت الطريقة أن أرسم هذه المعاناة أرسم ماذا يحصل أرسم بالصورة يعني رغم المشهد القاتم رغم كل مفردات التي تخلق حالة يأس عند المواطن العربي يعني 75 سنة من عام 48 حد الآن صراعه دائما الغالب أو المنتصر أو دائما المحمي بالقانون الدولي هو الكيان الصهيوني يعني اشتغل الكيان الصهيوني على خلق حالة أو صنع حالة يأس عند المواطن العربي يعني رغم ذلك أنه أنتم يعني أسستم هذا المرسم يعني لإصال رسالة فلسطين هذه المعركة الآن يعني هل يعني قضت على كل المخططات الصهيونية في زرع حالة اليأس عند الأمة أكيد هذا شيء مؤكد يعني قلت لك في البداية أن الأمة دائما تبحث عن نصر بعد المجازر والإبادات التي تمت منذ 75 عاما تبحث عن شيء بصيص أمل وكانت المقاومة بصيص أمل وكانت مش بصيص أصبحت أصبحت قوة وأصبحت فاعلة فأصبحنا ننظر إليها بأمل كبير جدا أنه تحاول تجلو عن أنفسنا هذا الخزي وهذا العار اللي كنا مستمرين فيه مسيرة 75 عاما يعني أنا الآن حاب أني أتكلم عن قضية دائما بذكرها وهي قضية الكيان الصهيوني كيف أسس نفسه كيف تمسكن كيف في البداية في أوروبا وكذا كيف يشتغل على المحرقة وكذا ألاميا وفنيا وكذا حتى العالم كله صدق وحط له وسمح له باحتلال فلسطين والبقاء فيها الآن هو قاعد ببيض وبيحرق وبيقتل مبالع أطفال بتشوفهم على التلفزيون محروقين فهذا كيف بدك تبينه الحركة اللي عملها الكيان الصهيوني الإبادة هاي كانت عكسية على الكيان الصهيوني بحيث أنه استطعنا أنه إحنا كفنانين وكمصورين وكأعلميين ننبين للعالم أنه شو فحشيت هذا الاحتلال فالعالم كان على عيونه وغشاوة أصبح الآن يفتح أكثر لذلك أصبحت نسبة المصداقية للفلسطينية 95% حسب الإحصائيات العالمية مقابل 5% للكيان الصهيوني نعم المجتمعات الدولية الآن المؤيدة لفلسطين هناك حصائيات تقول 95% وبقيت 5% حتى الخمسة في مشكوك فيها نعم طبعا هي معروف أنه هو مسلح بالأنظمة الغربية صحيح التي تسانده وتناصره على ظلم وعلى طغيان صحيح لاحظنا في المعرض الذي قمته قبل أيام حضرتك في عمان أن الألوان الغالبة على فضاءات اللوحات هي اللون الرمادي والأحمر والأحمر المنتزج مع البرتغالي ما الرسالة في هذه الألوان هو يعني ابتداء عملية النصر طبعا الأبيض هو أرضية اللوحات الأبيض هو الأمل اللي احنا دائما بنبحث عنه فهو الغالب على الأرضية اللوحات لكن نحن كمتابعين لكن الرمادي لكن لا نرصد الأبيض لأنه تبريد مسلم نعم هو مسلم في الألوان الأخرى الأمل موجود هو الرمادية اللي هي الحالة اللي عاشت فيها غزة أثناء القصف والإبادة اللي تمت على قطاع غزة وعلى المواطنين على النساء والأطفال وهذه الرمادية أيضا هي اللي حكينا عنها اللي هي الغشاوة الموجودة على المجتمع الغربي والعالمي ككل الأحمر والبرتغالي أنوان دائما من الألوان الحامية الحارة اللي بتدل على حرارة المشاعر حرارة الحدث اللي بيحصل فيه فأنا استطعت أنا استخدمت هذول اللونين على أساس أبين الحرارة اللي نعيش فيها حرارة المشهد الموجود الالتهاب المشاعر بنفس الوقت أيضا القوة الغادرة اللي بتنزل على هيب وبتنزل على أطفالنا وعلى نسائنا بدون تمييز حتى مستشفيات مدارس حتى قصفوا هيئة المنظمات الدولية قصفت أيضا نعم معروف ما خلوا شيء أحد اللوحات سيد عمر حملت أو كانت على شكل ساعة لكن علامات الساعة يعني الساعات والدقائق كانت يعني حملت شكل شكل صواريخ نعم يعني هل نقرأ من ذلك أن القصف والتدمير أو هكذا أفهم أنا من اللوحة أنها قائمة على غزة على مدار الساعة هي القصف والتدمير قائمة على فلسطين ككل نعم ولكن بالأخص الآن في هذه المرحلة على غزة على مدار الساعة على مدار الساعة أنت وضعت خارطة فلسطين في قلب الساعة الآن نأتي إلى خارطة فلسطين نعم نعم حطينا الدمار في منتصف الساعة اللي هي غزة وحطيت على أساس أنه نوع الساعة اللي هي غزة وكذا ما لكن بقيت البوصلة بقيت الفلسطين واقفة على على تايم ساعة الصفر ساعة الحدث ساعة كذا بقيت واقفة ككل وهي حادة حادة بتعاملها مع هذا العدو الصهيوني وستبقى إن شاء الله حتى يأتي موعد النصر اللي هو تمام الساعة 12 أو تمام الساعة مثلا يعني ساعة الصفر نعم ساعة الصفر جميل هذا المقصود من العمل أنه رغم كل هذا العدوان ورغم كل هذا الدمار ساعة الصفر ستحددها فلسطين ستحددها فلسطين وهي واقفة قائمة وحدة جميل 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 لوحة أخرى حقيقة مؤلمة لا تقل ألما عن الباقيات يعني كل لوحاتك تقريبا جسدت فيها الألم الفلسطيني بشكل عام والألم غزة بشكل خاص تظهر فيها طفل مدبر مقطع الأرجل ويقطر دما يقوده رجل أيضا مدبر يرتدي ملابس بيضاء كأنه شبح الموت أو تجسيد الأب يعني وكأنك تعرض رحيل الأب مع الإبن في رحلة هذه الموت وهكذا يبدو لي أنا صحيح يعني هي عادة اللوحات تقرأ بحسب المتلقي حسب الحالة اللي هو الموجود فيها لكن يعني هو جزء من الكلام صحيح أنا أقصد أنه هذا الطفل رغم من الدم النازف إلا أنه الدم واقف نعم واقف على أرضية وبصير على أرضية نفس الأرضية ومع ذلك وهو بلا أرجل وهو بلا أرجل مقطع الأرجل لكنه يمشي نعم وهو بلا أرجل كناية عن الاستمرارية وسنبقى يعني رغم قتلت أطفالنا وكذا إلا أنه هناك في حماية نعم في شيء رباني اللي هو يعني أنه زي الملاك زي كذا أنه بيحمي هؤلاء الأطفال وبيخذهم إحنا ما ما خسروا هذول الأطفال هذول عند الله سبحانه وتعالى في جنة إذن هذا الرسم اللي بالملابس البيضاء هو الملاك هو الملاك الحارس هو الملاك الحارس اللي بكافة الأشكال سواء المقاومة سواء الأب سواء الأخ سواء لهذا إلا أنه بقي هذا الطفل هو طريقنا هو سبيلنا وبقي واقف أيضا في المشهد في الأمام تجد قبة الصخرة أو تجد القدس نعم كلنا ماشيين نحو القدس حتى التحرير وذلك الفضاء أمامهم كله واسع أبيض فهذا كله كناية الأمل والتحرير إن شاء الله نعم إن شاء الله بإذن الله لوحة هناك أيضا لفت انتباهي كثيرا هذه اللوحة وحقيقة هي الجسد أيضا الواقع والمفاوضات يعني لوحة لحمامة محلقة ناقعة بالدماء نعم وبالفضاء بالأفق أيضا هناك طائرة تلقي بحمامها على على المدينة وفي الأسفل في أسفل المدينة المدمرة الركام هناك طفلة جالسة وهناك طفلة مقابلة له وفي الأفق هناك رجل يعني واقف أيضا مدبر وينظر بالأفق البعيد وغير منظر نعم منظر الحمامة وهي غارقة بالدماء يعني يعني كأني أقرأ من خلال هذه اللوحة أنك تقول أن الكيان الصهيوني دائما طبعا حمامة ترمز للسلام نعم صحيح فكأنك تقول أن الكيان الصهيوني يقول للمطبعين أن كل معاحدات الاستسلام من من كام ديفيد إلى أوسلو كلها بلا قيمة الآن الصطوة للدم والقتل ويجب أن ترضخوا لأمر الواقع هكذا أنا قرأت يعني أنت أسهبت كثيرا في اللوحة وهذا شيء جميل وبالعكس ما متركت لي مجال أني أنا أتكلم لكن أنا أقول أن المقاومة المقاومة رغم الدمار هذا اللي حصل ورغم أنه مستهدافهم للسلام اللي هو يتمثل في الأطفال رغم أنه الطفل بتبحث قالي عن شيء عن شيء معين بجزء تكون للطفل الصغير هذي قاعدة بتبحث عن لعبة وتبحث عن كذا رغم الدمار اللي حواليها نعم ممكن تبحث عن أمها بتبحث عن شيء جالسة في أنا خرجت منها الحمامة هذه حمامة السلام هذه أدمت قلبها أدمت قلوبنا أدمت قلوب الناس كلها فوصلت إلى السماء والرجل الذي في البعيد قد يكون أبوها أو أخوها لكن هو المواطن اللي في غزة اللي يبحث بيقول للعالم بيقولهم زي ما أشرت أنت وين السلام اللي أنتم بتتكلم عنه نعم وين بيبحث عنه المشهد كله مظلم والطائرة فوقه بتقصف لا زالت تقصف وين حتى ما قصفها إلا أنه في المشهد كله مظلم لذلك لكن أنا الأمل الموجود اللي هو المقاومة استطعت إنها توقف عملية التطبيع عملية الوطن البديل عملية اللي هو يعني التوطين عملية يعني شغلات كثيرة إنه حل حل الدول التطبيع ما فيه يعني إن كانها نسفت عمل نسفت كل شيء عمره 75 عام 75 عام من الذل والتخاذل والتطبيع ومد اليد لصهاين إيش يعني مقاومة صغيرة تستطيع تفعل هذا الشيء نعم ونحن كنا دول عربية كاملة ما نستطيع نوقف في وجه إسرائيل نعم معدرة نسونكم من بعد الفاصل معدرة نسابكم معدرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلية الأوردني عمر بدور عودي لإكساد أما كنا نتحدث عن هذه الحمامة الغارقة في الدماء وهي رسالة واضحة حضرتك تقول أنه كل مؤهدات السلام لا قيمة لها لا سلام هذا الكيان والكيان لا يريد سلاما لكن مجرد أنه يراوغ ويخادع إلى أن يصل إلى هدفه وإلا لماذا يقاتل في غزة يفترض غزة وإن سلمنا بموضوع حل الدولتين أنه غزة ضمن حدود السلطة الفلسطينية لماذا يقاتل عليها لماذا كل هذه الشراسة إذن لا يريد هو دولة فلسطينية ولا يريد حل دولتين إلى آخر كل معهدات السلام مجرد خداع ومناور هو العدو أصلا ما عنده ما بيحترم موافق ولا بيحترم عهود نعم أنا حاب أن أتكلم هنا يعني اليهود كانوا في عهد أيام فلسطيني أيام ما كانت فلسطين عربية وكذا نعم قبل الاحتلال كانوا يعيشوا بسلام نعم حتى يعني المسلمين واليهود والنصارى يعيشوا بسلام نعم فإنت جيت إنت خربطت الكيان وخربطت الدنيا وحتى ما رضيت في هذا ومع ذلك بدك تقتل الناس بدك تتبع الناس نعم يعني المجازر مستمرة على مدى 75 عاما مش الآن في غزة لوحدها لكن هي زي ما يعني الآن بتتكلم أنه غزة يعني كانت قوة وحجر وزي ما تقول شوكة في حلق هذا حتى الضفة الغربية لما يقوم باحتقالات فيها طيب الضفة الغربية افترض ضمن حدود الدولة الفلسطينية الذي أنتم يفترض أنكم احترفتم بها هو أصلا شغال على الجهتين لماذا؟ لأنه ما يحترم ولا يحترم هو حود ولا مواثيق أصلا فقط يراوغ دائما كما أشرت إلى هذا الأمر أنه هذا المحتل غادر ولا أمان له الله الغالب أغلب اللوحات تقريبا حملت تعليقات باللغة الإنجليزية هناك تعليق باللغة العربية اللوحة ويقابله تعليق باللغة الإنجليزية وبعضها فقط تعليق باللغة الإنجليزية لأن العربي عارف هذه الجراح ولا يحتاج إلى شرح وتوضيح سؤالي هل تنوين أنكم تقيمون مهارف خارجية في الدول الغربية لا سيما الدول التي تؤازر وتناصر العدوان الصهيوني يعني هو ابتداء أنا كنت أتكلم قبل فترة أنه إحنا لازم نخاطب العالم مدام إحنا ما عنا مثلا هذه القوة اللي نستطيع مثلا نشيل فيه هذا العدو أو نجابه بقوة يعني كما تفعل الآن المقاومة الفلسطينية لازم نظهر للعالم العالم حكيت من البداية أنه على عيونه غشاوة ما بيشوف إلا الرواية الصهيونية الغادرة إحنا بنا نبين للعالم فكيف نبين للعالم عن طريق الصور وعن طريق البث وعن طريق كذا وعن طريق اللوحة أن اللوحة مرات اللوحة هي تتكلم ما في داعي لكن مرات أحتاج أني أنا أبين هذا الشيء للعالم أنه أذكر مثلا بكلمة بالإنجليزي كذا واللي هي لغة العالم تقريبا اللي بيعرفها كل العالم فأشارات توضيحية توضيحية للعمل فهذا شيء جزء مهم للتبيان للعالم وبالمقابل نحن نبحث الآن عن طريقة أن نوصل هذه اللوحات في كما أشرت أنت لكل الدول والأمر مفتوح أنا هذا دعوة لأي دولة بدها تقيم هذا المعرض نحن متبرعين بهذا المعرض لينشر في أي مكان أنتم لم تحركتم على جهات معينة بهذا الخصوص والله قبل ذلك كنا نتحرك مثلا نحن في المعرض القديم معرض فلسطين أقمنا في تركيا ثلاث مرات وأقمنا في البوسنة والهرسك أقمنا في كندا في السودان في فلسطين في الأردن اللي طبعا بلش افتتاحه في الأردن الآن بتعرف الواحد أنا جديد قبل يومين فقط في المعرض ثلاث ولا أنا جالس 45 يوم مجالس نكيد أنا أعرض عليك سابقا أنك سابقا عرضت عليه وقلت لك ونتسجل حلوة واعتذرت واعتذرت لأنه ونت لا أخرج من البيت صعب صعب كان الآن يعني إحنا لولا إنه هذا المعرض كان تبرع ليذهب إلى غزة ما ما طلعت ولا والآن إحنا نتكلم قاعدين عن المعرض فأنا أتمنى يعني وأبرد قناتكم الكريمة يعني هذا المعرض ما يجنى من ريا سيحول إلى غزة ومستمرين يعني المعرض اللوحي يستمر الأسبوع في غالرية إطلاة الوبدة بالتعاون مع جمعية التواصل فأي إنسان أو أي جهة حابة أن تعرض هذا المعرض إحنا مستعدين هناك لوحة انطوّت على سخرية من الإعلام الصهيوني والغربي الكاذب والخبيث وهو يدعي استهدافه للإرهاب في غزة تجسدت هذه اللوحة في رضاعة ملطخة بالدماء في داخلها صورة لطفل رضيع ولكن غطاءها جاء على شكل رأس صاروخ والطفل ينظر بعين مفتوحة نظرها حادة يعني أنا هكذا ربما فهمت من هذه من هذه اللوحة يعني أن الطفولة انتصرت على العدوان العدوان الصهيوني الهمجي أم يعني لها معنى آخر يعني هذا الرأس يعني الرأس الرضاعة كان على شكل صاروخ طبعا الرضاعة ملطخة بالدماء أيضا وطفل في داخلها يرضى وينظر بنظرة حادة جدا بعين مفتوحة ونظرة حادة يعني كأني أفهم أن الطفولة انتصرت على العدوان الهمجي يعني أنا شاهدت أثناء مشاهداتنا للأحداث شاهدنا الأم وهي كيف تحتضن طفلها والأب وكذا وشاهدت أنا تخيلت الموضوع أن الأم هذه تحتضن طفلها بدل ما ترضعه ترضع دم فهو بيرضع دم مع ذلك هذه رضاعة تنظر بقوة تنظر أنه إحنا مستمرين رغم أنك أنت حتى رضعتنا هذه سكرتها بصواريخك وضعت عليها صواريخك وأدميتها وأدميت إلا أنه إحنا نشرب هذا الشيء وفي يوم الأيام هذا الطفل نفسه رح يكبر سيكبر الطفل فينا ورح في يوم من الأيام حرر هذه الأرض فهي السخرية لأنه حتى نبين الهمجي اللي يقوم فيها ما في تمييز لا بين طفل ولا بين رضيع ولا بين شيخ ولا كبير ولا مقعد ولا مستشفى ولا مدرسة لكل قصف قصف عشوائي همجي ليس قصف يعني أنت شفت حدف المقاومة ذكرت أنه والله انه انقتل في هذا القصف وهذا المقاومين ومع ذلك بيبحثوا تحت المستشفى المدنيين وبدن هدوا المستشفى طلعوا الحماس وبالأخير طلعتهم حماس المحتززين وقالوا أنه الشمال نظيف نعم وطلعتهم مياه من الشمال الأسرة هاي ضربة ضربة أخرى إلى الكيان الصحيوني يعني أنه كان متوقعين أنه الأسرة ممكن في الجنوب من الجنوب طلعوا لهم مياه من الشمال من الشمال يعني أنت شو بتتكلم أنت قاعد بالتبيد أنت ما بتضرب مقاومة أنت ما بتقاتل بشرف ولا بتقاتل أنت بخسة نعم الواضح نسالح أن المقاومين أسرة صهاينة محجزين لديهم صحيح وفرروا لهم الأمكان الآمن تحت هذا الجحيم هذا الكمل الجحيم حتى نفسهم شوفوا الجحيم اللي بسلط عليكم ومع ذلك هم نفسهم اللي كانوا قائمين عليهم طلعوا ما فيش فيهم شيء وسلموهم الآن وقلوا متفضلوا حتى مرتبين سلموهم عكس اللي سلموهم من الأسرة كسروا إيد واحد إهانات وكسر إيده ومنع الاتبالات وكسر إيده كسر إيده نعم فأنت قاعد تطلع حتى شفت المقاوم كيف حاضن نعم حاضن الطفل نعم مقاوم القصص كيف حاضن الطفل ويجيبه شوي شوي والختيارة هذه كيف شلوها وحطوها بطلع نحن نتعامل بإنسانية لاحظنا حالة حميمية أن الأسرة الإسرائيليين أسرة الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية كان يلوحون للمقاومة عندما غادروا المكان مما يدل على أنهم هناك حميمية فهموا الواقع وهذول الأسرة يعول عليهم حتى يعول عليهم مستقبلا في نقل الواقع في نقل أنه الإنسانية الموجودة عند المقاومة هذا سلاح آخر ممكن أن تقاتل به طبعا قناعات الأسرة أكيد أكيد هذول الأسرة عندهم قناعات الآن أصبحوا إلا إذا طبعا إسرائيل استغنت عنهم قتلتهم نعم ممكن تعملها نعم أنا أتفكر ممكن هي حجبت بالبداية لما قبل فترة أطلق صراح بعض الأسرة غيروا القناع طبعا عندما صرحوا في القنوات التلفزيونية في وسائل الإعلام فهناك غضب صدر من من الإدارة الكيان الصهيوني تجاه كيف تسمعون لهؤلاء أن يتحدثون بهذه اللغة وهذه اللغة تخدم حماس أكيد وهذا الخطأ به هذا حصل نعم لأنه الحقيقة الحقيقة الفيتو الأمريكي الجدار الذي لطالما احتمع به الاحتلال الصهيوني أيضا لم يغب عن ريشتك ورسمت كلمة كلمة فيتو وأحد الحروف كان على شكل صاروخ نعم هو دائما أو أبدا اللي بيحمي دولة كيان اللي هو أمريكا نعم واللي بيحمي حتى الظلم والقتل اللي بصير في في العالم العربي والإسلامي في الشرق الأوسط ككل هي أمريكا هي صانعة الإرهاب هي بتصنع الإرهاب أصلا نعم وهي بتحمي هذا العدو فلذلك أصلا دائما في أي قرار بتتخذوا الأمم المتحدة بتخذوا الدول العالم تجد إذا كان ضد إسرائيل تجد كصاروخ ينطلق مباشرة نعم البيتو انطلاق الصاروخ فينطلق مباشرة فأنا صورت أنه ينطلق مباشرة قبل ما يكملوا الإدانة أصلا نعم بتكون أمريكا مجاهزة لا واضح أنه هي أول الدول التي جاهرت بكل قباحة بأنها تناصر الكيان الصهيوني وأن الكيان الصهيوني يدافع عن نفسه حركت أسطولها أيضا نعم هناك صورة أيضا لوحة ترسم صورة لجندي صهيوني يطلق النار على رأسه هنا الغرابة أنه جندي صهيوني يطلق النار على رأسه يعني اشتغل الكيان الصهيوني على زرع حالة اليأس عند الشعب الفلوسطيني والشعوب العربية من أجل أن تنسى هذه القضية الآن حالة أراها معكوسة جندي صهيوني يطلق النار على رأسه هل هي تدسيد لحالة اليأس والكيابة التي تسيطر الآن على نفوس المقاتلين من مرتزخة الصهيوني هو بالتدان أصلا انهزم الكيان الصهيوني انهزم من البداية من طفان الأقصى كان مهزوم ودخل المعركة هو مهزوم وأصلا الجنود والضباط ما بدون يدخل المعركة البرية نعم بقيوا في قصف جوي قصف جوي عنيف إبادة كاملة وما دخل إلا بجوز حتى ما بيّنت له قادته أنه هذا ما في كله دمرناه ما ظلش شي شي مع ذلك صار يطلعوا لهم بين الدمار فصار الجندي يرجف صار الجندي حتى رسمت هذا الفأر عامل فكرتك حماس فكرتك قسام فكرتك مقاومة فهي مسألة المسألة إنه نفسه مهزوم حالتك أيضا جسدة طفان الأقصى بصورة قاعد عربي يعتمر خوذة للحرب يعتليها هلال هل هو استدعاء لشخصية تاريخية ما لا سيما صلاح الدين أيها بالمناسبة هذه اللوحة الأولى كانت كانت أول لوحة بعد العملية عملية الطفان الأقصى فأنا يعني تفاعلت مع الموضوع بهذه الطريقة فوجدت أني أنا يعني وجدت أرسم صورة رجل عربي ونظرات أحد قوة وصلابة وكذا إلا أنه بنفس الوقت خوذته اللي هي خوذة اللي هي قبط الصخرة نعم اللي هي على رأسه وتجد الصهاينة من هناك كلهم مهزومين بيركضوا نعم خائفين فأنا أجسد هذه المرحلة يعني أتمنى أنه الأمة كلها تصير يعني نحن دائما مش لازم نظل ننتظر صلاح الدين ولا ننتظر كذا لكن أتمنى أنه تكون الأمة كلها زي صلاح الدين نعم كل الأمة تكون قادة كل الأمة ترجع إلى عزها ونخوتها وشهامتها وكرامتها يعني هذا أكبر دليل يعني نظروا العالم تطلعوا نعم يعني قادرين أنه نعمل نعم يعني هذا الأمر يعني يعني كسر العقدة نعم كسر العقدة الموجودة وعقدة الخوف الفزع الخوف من الصهاين وأقوى ثالث أقوى قوة في العالم ليس صحيح هذا الضبط لا قيمة المشاعر الإنسانية لدى الكيان الصهيوني فالسهداف الإعلاميين من قبل العدوان يؤكد إجرام هذا الكيان ويفضح وحشيته وعدم احترامه للعهود والمواثيق الدولية بهذا الشأن كان لهذا السلوك الإجرامي مساحة في أعمالك يعني واضح يعني استهداف عائلة مراسل الجزيرة والدحدوح وكثير من الإعلاميين يعني نسبة كبيرة من عشرات الإعلاميين قتلوا في هذه المعركة هذا الجانب أيضا كان له مساحة في لاحظت أنا كان هناك مساحة في أعمالك هو يعني الجانب الإعلامي يعني حقيقة أبدع في نقل الصورة آلاميا وكل قنوات أبدعت وقامت بنشر الصورة يعني هما أصلا الإعلاميين جزء من الواقع هما جزء من الحياة جزء من المعيشة فهو يعني الإعلامي بده يكون طبعا صعب أنه يجي الإعلامي من بره ويدخل على غزة وكذا فلذلك هو من أصلا من غزة يعني استهدفت مثلا بيت مراسل الجزيرة اللي هو دحدوح ومع ذلك كان ثابت وقوي إذا طالب هو فلسطيني فهو مشروع قتل إذن نعم كان صحفيا صحفيا في أمم المتحدة في أي مكان لا حصانة له لا حصانة لا بالأمم المتحدة ولا بالمنظمات الدولية والإنسانية ولا الطبية ولا الصحة وهذا قتل مستمر حتى في أكثر من عمل وهو قضية قضية العالمية لكن لم يشرب اللوحات والبوسترات التي تعرض الظلم والإجرام الصهيوني وعمق الجرح الفلسطيني في حرب غزة وما قبلها إلى أي مدى كانت واجهة علامية فاعلة شكلت حافزا كبيرا للوعي عند الشعوب الغربية وضاغطا سياسيا على مواقف الأنظمة الغربية المؤازرة للأصابات الصهيونية نعم يعني هي طبعا أنا بتكلم بالألام ككل نعم ولكن أخص نفسي مثلا باللوحات اللوحات التي كنت أنشرها كان لها دور كبير نعم يعني لا أقول أنه دور مثلا على صفحتي لكن ما تناقلها الناس يعني أنا يرسل لي ناس من بنجلاديش يرسل لي ناس من لندن من تركيا من أمريكا كذا يعني يرسلوا لي طلبات وصدقات أنا ما استطعت أني أنا أحوي هذا الأمر كلهم متابعين وأجانب حتى في أعلامية أو أذكر اسمها أنا وشاعرة أخذت تصلت فيه وأخذت لوحات وعملت من عباد من بريطانيا أخذت لوحة من اللوحات وفي صحفية أيضا من روسيا نعم وفي صحفية شاعر أيضا في أمستردام كثير ناس اتصلوا فيه وأخذوا إذن بث هذه اللوحات وعمل هذه اللوحات وعملوا عليها بعض المقالات وبعضهم عمل عليها شعر حتى أنا ترجمت بعض الشعر ووضعته ومستقبلا إن شاء الله بس الأمور رح نجمع هذا الأمور ونحط على أمام العالم إن شاء الله بالتوفيق وعلى مستوى الشخصي أتمنى لك إبداع مميز دائما وأنت مميز في الموقف وفي الإبداع سيد عمر شكرا لك ونشكرك على هذا الموقف الأصيل وعلى مدى السنوات التي التقينا أنا وأنت فيها أجدك دائما حيث الموقف الأصيل وحكة قضايا الأمة فشكرا لك وتمنى لك المزيد من النجاح والإبداع كل الشكر لكم لقناتكم الكريمة وأتمنى في يوم الأيام أن نجلس في غزة وفي فلسطين محررة يعني وأنا أتألم وأنا أرسل ونجل الحوار هناك وإن شاء الله وأنا أرسل رسالة لأهل غزة ولفلسطين ككل أحنا دائما معكم قلوبنا معكم والله أنا أتكلم فيها دائما أنه لا استطعنا أن نصل لكم ونقاتل معكم والله كنا نتمنى هذا الشيء ولكن قدر الله ما شافع إن شاء الله نبقى قلوبنا شوقا لهذا نبقى معكم دائما إن شاء الله حتى النصر إن شاء الله بإذن الله النصر لهذه الأمة إن شاء الله النصر لهذه الأمة شكرا لك شكرا لك فنان التشكيل وردني عمر بدور شكرا لك شكرا لك عزيزة المشاهدين شكر لكم حسن المتابع حتى ألتقيكم في وضاءات أخرى أستوديعكم الله والسلام عليكم شكرا لكم